موسيقى موسيقى أهلا بكم عزيزي المشاهدين في برنامج فضاء حر والذي نناقش فيه ملف جماعة الكرامة المسار القانوني والسياسي موسيقى مرت خمس سنوات حتى الآن منذ وقوع الجريمة السياسية الأكثر بشاعة في تاريخ اليمنيين والتي هزت الوجدان اليمني وغيرت وجه الحياة السياسية خمس سنوات مرت دون أن يجد اليمنيون إجابة صريحة عن هوية القاتل من خلال أحكام قضائية صريحة على رغم أن الدلائل والقراء كانت واضحة الحديث هنا عن المجزرة التي كان المخلوع صالح أحد المتهمين بارتكابها ضد المعتصمين السلميين المناهضين لسلطته جاء ذلك الاتهام في مذكرة التصدي المقدمة للنيابة من هيئة الادعاء والتي أوردت اسم صالح وثلاثة عشر متهما بينهم ابن أخيه يحيى صالح ووزير الداخلية ومطهر المصري ومحافظ المحويت أحمد الأحول ونجليه وغيرهم من القيادات الأمنية التابعة لأجهزة النظام أنذاك وصفت منظمة هيومون رايتس ووتش في تقريرها مذبحة بالعقاب الذي أصدرته بشأن الجريمة أنه ثبت أن مذبحة جمعة الكرامة هي الهجوم الأكثر دموية على المتظاهرين في انتفاضة اليمن التي استمرت عام يضيف التقرير أنه على مدار ثلاث ساعات قتل مسلحون ما لا يقل عن خمسة وأربعين متظاهرا أغلبهم من الطلب الجامعيين ومنهم ثلاثة أطفال وأصاب مئتين آخرين في حين لم تبذل قوات الأمن جهدا جادا لوقف المذبحة أضاف التقرير أن الغضب الذي تسبب فيه أعمال القتل هذه أدت إلى زخم من حركة الاحتجاج التي أجبرت الرئيس صالح في فبراير 2012 على التنحي عن منصبه ونحن بدورنا نتساءل أين هم القتلة وكيف كان المثال القانوني للقضية وكيف أثرت الأحداث السياسية وتحديدا المبادرة الخليجية والحصانة في حماية المجرمين وما هو أفق العدالة وملاحقة القتلة ضمن هذا المسار وهل اليمن المقبلة فعلا على خيار العدالة الانتقالية خاصة مع إمعاني واستمرار القتلة في جرائمهم هذا ما سنحاول الإجابة عليه في هذه الحلقة من فضاء حر مع ضيوفنا عبر الأقمار الاصطناعية من القاهرة عضو أهيئة الإدعاء عن ضحايا جمعة الكرامة المحامي فيصل المجيدي ومن اسطنبول رئيس القطاع الطلابي في مجلس شباب الثورة السلمية محمد ناصر المقبلي وسينضم إلينا السيد عبدالواحد الماعطي والد الشهيد أنور الماعطي أحد شهدات جمعة الكرامة من صنعاء والبداية دعوني أرحب بكم ضيفي الكريمين من اسطنبول ومن القاهرة وأوجه لكم سؤالا مشتركا من عطر تحقيق العدالة في جريمة جمعة الكرامة البداية معك أستاذ فيصل المجيدي وأطلب منك إجابة مختصرة أو سمحت بسم الله الرحمن الرحيم دعيني في البداية أترحم على الشهداء الأبرار الذين قضوا وأينعت دماؤهم زهورا لا تزال هذه الدماء الآن وفي دروب الحرية رفقائهم الآن في الميادين يحاولون استعادة الجمهورية إن سمحت لي أن أعطيك مسارا تاريخيا سريعا عن هذه القضية المؤثرة التي أعادت لليمنيين كرامتهم حيث ارتكبت هذه الجريمة في 18 مارس 2011 تلاها إحالة الملف في 29 ستة 2011 في ظل مقاطعة للأهالي لأنه كان لا يزال هناك ثمة تلاعب كبير بالقضية وبالتالي أعلن المحامون أعلن من ساحة التغيير وكذلك الأهالي في تاريخ 8 سبعة 2011 مقاطعة هذه المحكمة بالتفاصيل ضمن سياق الحلقة أستاذ فيصل لو تختصر لي فقط الإجابة عن من عرق المسار هذا المسار القانوني للقضية نعم هي مجموعة متكاملة بكل تأكيد ولا يزال النظام في الأساس كما هو نعم سقط رأس النظام ولكن سقوط شكلي المشترك بإسقاط القضية طبعا بدرجة أولى هو النظام ورأسه والمتعاونين معه ثم بكل تأكيد أجهزة الأمن وللأسف شديد استطيع أن نقول أن للنيابة دور كبير في هذا وربما الأحزاب السياسية لم تكن فاعلة كما ينبغي كنا كمحامين كهيئة الدفاع نشعر بأننا نعمل وحيدين مع أهالي الأضحايا لم يكن هناك ثمة التفاعل حقيقي في قضية كهذه غيرت المسار العدالة بشكل كبير نعم نعم السؤال ذاته للأساذ محمد ناصر المقبل في إسطنبول في الحقيقة نكون صريحين أمام الرأي العام وأمام الشعب وفي البداية طبعا نترحم على مشاعر الحرية والكرامة شهداء الثورة الشبابية الشعبية السنوية في جمعة الكرامة لنكون صريحين جمعة الكرامة الذي أعاق المشروع العدالة هي أربع أطراف الطرف الأول الطرف القاتل مجرم نظام علي عبدالله صالح الذي أبقى في العملية السياسية الطرف الثاني الطرف المتخاذل شركاء الثورة والتغيير من حكومة الوفاق وأحزاب اللقاء المشترك والرئيس عبدالربامون صرهادي الطرف الثالث هو التأثير الخارجي الإقليمي والدولي للمبادرة الخليجية الذي نصت على نقطة الحصانة وطرف المجتمع الدولي الطرف الرابع الذي أيضا خذنا أكثر هو الدور المتفرج للحقوقين ومنظمات المجتمع المدني والسبب الرئيسي في كل ما آلت إليها الأمور والأحداث هي النقطة الخطيرة النقطة الحصانة الذي دمرت أساس العدالة الانتقالية وبالذات في جريم ومنظمة وخطيرة كانت على مرأة ومسمع من العالم مثل جمعة الكرامة هذا إذا عرضنا أن نكون صريحين أمام الشعب الشعب الذي يتحطش لمعرفة الحقيقة ومعرفة الحقيقة هي المدخل الأول للعدالة الانتقالية نعم قيد وسنحاول أن نستقصي هذه الحقيقة من خلال مسار الحلقة أشكركم ضيفية الكريمة من خلال هذه الإجابات سوف نبدأ نقاشنا لهذه الحلقة لكن بعد مشاهدات هذه المادة التي تسرد المسار القانوني لملف مجزرة جمعة الكرامة نشاهد المادة ومثلما نعود للنقاش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد عزام شاهدين والسؤال الآن نعود إليك أستاذ فيصل ونعتذر عزام شاهدين خلال الفني الذي حدث قبل قليل أستاذ فيصل المجيدي السؤال لك الآن سؤال واضح وبسيط وصريح يسأله جميع اليمنيين تقريبا ويؤرقهم أين قتلت جمعة الكرامة؟ من الصعوبة طبعا الإجابة على هذا السؤال بهذه البساطة لأننا أمام تعقيدات كبيرة نحن لنكون صريحين أولا هذا السؤال ينطلق يبدو لي من أن البعض يعتقد أنه حقيقة تم القف على المتهمين والواقع أنه لم يتم القف على الأقل على كل الأدوات وأنا لا أستطيع أن نقول أن هؤلاء هم المتهمين هم كانوا أدوات منفذة فقط إذ أنه ثبت من خلال واقع القضية أنه تم تهريب العديد من هؤلاء القتل البعض يتحدث عن أن بعض ربما رجال الأمن شاركوا بالقتل البعض يتحدث عن أنه مثلا تم تهريب أو هروب العديد من الأشخاص عبر سيارة بيضاء من بيت المحافظة الأحوال حينها فر العديد من هؤلاء الأدوات لأن حجم الجريمة لا يمكن أن يرتكبها الأشخاص الذين ربما قبض على البعض منهم وبالتالي يجب أولا أن نضع المقدمات حتى تكون النتائج حقيقية نعم دعنا نتحدث عن من تم القفض عليهم فعليا من قبل الأثوار وتم تسليمهم إلى النيابة العسكرية في أتابعة للفرقة ربما هؤلاء الأشخاص حقيقة لم أنا أسر على قولي بأن هؤلاء الأشخاص ليسوا هم يعني على الأقل جميعهم من نفذ واليريم هم ربما جزء بسيط من من تم القفض عليهم لأن جميع التحقيقات أكدت بأن من قام بإطلاق النار وناس محترفين ربما البعض يعزوهم إلى قوات خاصة لا أستطيع التأكيد والنفذ لكن هذه هي الوقاع من خلال الإصابة المباشرة والقاتلة للـ 43 شاب هو العدد الحقيقي طبعا لعدد القتلى لنكون دقيقين و127 جريح من تم القفض عليهم الأنباء تحدثت أو الأخبار تحدثت بشكل واضح من خلال نشرت ذلك حينها صحيفة 26 ستمبر وتم تسليمهم إلى النيابة العامة لكن بإطلاعنا بالملف في الأساس تم تقديم 79 متهما معظمهم فارم من وجه العدالة عدى تحدثت لماذا تم تسليم القتلى إلى النيابة العامة؟ وأنت تعرف والجميع يعرف بأن النيابة العامة هي ضمن المؤسسات القضايا تابعة للمخلوع صالح كيف يتم تسليم القتلى إلى من حرضهم على القتل؟ نعم أنا سأجيبك إجابات عامة بهذا الشأن الحقيقة أنه يفترض وفقا للنظام القضايا أن تقوم أجهزة الأمن وعبر بإشراف النيابة العامة بالتحقيق من هذا بهذه القضية لكن ما حصل أننا كنا أمام ثورة وبالتالي يبدو لي أنه تم تسليم هؤلاء المتهمين عبر من الفرقة إلى النائب العام من ثم مباشرة الإقراءات مباشرة قانونية حسب ما ينص عليها الدستور وقانون الإقراءات الجزائية وبالتالي حدث هناك ثمة لغة كبيرة ولهذا بالفعل تم منقاطعة إقراءات المحاكمة بتاريخ ثمانية سبعة كما أشرتهم في 2011 تفاجأنا فيما بعد عند العودة بعد أن تم خلع صالح بعد توقيع المبادرة الخليجية وبالتحديد عند إقرار القانون سيء الصيد في 25 واحد 2012 عدنا إلى المحاكمة حينها وجدنا أن هناك عبث كبير في ملف القضية وجدنا أن عدد من هؤلاء المتهمين من تم الإفراج عنهم حتى بدون ضمانة حقيقية بقي ثمانية متهمين إن أردت أسير بهذا الحديث أو بهذا التاريخ وهم عدد ثمانية أخيراً تم الإفراج عنهم في تاريخ يعني 13-4-2012 و2013 بمعنى أدق من الذي أفرج عنهم ولماذا؟ نعم من الذي أفرج عنهم ولماذا تم الإفراج عنهم وهم متهمون؟ هناك قسم تم الإفراج عنهم من النيابة العامة وتلك حقيقة أسئلة تزال مطروحها حتى لأنه وفقاً للقانون في جرائم القتل العادية لا يجوز الإفراج لأن الحفز فيها وجوبي فما بالك بقضية هزة الرضامير اليمني والعربي والعالمي وبالتالي كان ينبغي بالفعل الاستمرار بالتحفظ على هؤلاء مع إصرارنا الكبير على أنهم مجرد أدوات وإلا فالقتلة معلومون أو على الأقل المشتبه بهم معلومون وينبغي بالفعل التحقيق معهم سأعود إليك إلى هذه التفاصيل أخذ دفع من هؤلاء وعددهم ثمانية أشخاص تم الإفراج عنهم في 27-04-2013 مع القرار بإحالة علي عبدالله صالح و13 شخصية إلى النيابة للتحقيق معهم نعم سأعود إليك إلى هذه التفاصيل تحول الآن إلى أستاذ محمد المقبلي أحد شباب الثورة السلمية ومسؤول القطاع الطلابي بمجاس شباب الثورة محمد المقبلي مجزرة جمعة الكرامة بوصفها أبشاع قريمة سياسية حدثت في البلاد خاصة خلال الفترة الأخيرة ما هو الأسوأ في مسارها القانوني والسياسي أنا طبعا سأنذر إلى القضية من منظور مثلا باعتبرنا أحد الأطراف الضحايا التي موجودة مثلا داخل الساحة مثلا كشباب في نقطة خطيرة جدا النقطة الخطيرة هي أن القتل الذي كان يتم يلقاء القبض عليهم في أسطح البنايات من قبل الشباب وكان يتم تسليمهم إلى دوائر كانت لها صلب الثورة وهذا أيضا التصريح الذي جاء على لسان محامي مشهور ومعروف في صحيفة الجمهورية محمد ناجي علاو وقال أنه تم إعادتهم إلى من أرسلوهم للقد فعلى الصعيد السياسي أصلا وعلى صعيد القانوني وعلى صعيد المؤسساتي كان لابد أن يكون هناك الآتي إصلاح مؤسسي يمهد لعدالة انتقالية كيف بالإمكان أن تنصف الضحايا من داخل مؤسسات غير لم تجرى فيها أي إصلاحات مؤسسات الأمن لا يزال قيادتها من القيادة التي تورطت في الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في 2011 هل كان ذلك متاحا في ذلك الوقت؟ أنا أعتقد من وجهة نظري الشخصية أنه كان متاحا بشكل كبير جدا خصوصا أن الأمم المتحدة عندما كانت راعية للتسوية السياسية وكانت توضح بشكل صريح أنها ليست مثلا ملزمة بالحصانة التي أصدرت كان حكومة الوفاق بما أنه كانت جزء منها شركاء في الثورة كانت تستطيع أن تحدث إصلاحات مؤسسية داخل مؤسسات العدالة وداخل مؤسسات الأمنية إذا تم إصلاح المؤسسي هي الخطوة الأولى لإجراء العدالة الانتقالية لأن إصلاح مؤسسات العدالة الخطوة الأولى كيف بالإمكان أن تنفذ إجراءات عدالة طالما أن أدوات العدالة لا تزال مختطفة من أطراف كانت متورطة في الانتهاكات ونحن نقصد بالإصلاح المؤسسي إصلاح في أهم ثلاث مؤسسات المؤسسة الأمنية المؤسسة القضاء وأيضا مؤسسة الإعلام لسبب بسيط جدا السبب الرئيسي أنه في الإرجنتين مثلا عندما رغب الثور في أن يكون لك عدالة انتقالية كانت المؤسسات وقيادتها لا تزال موالية للنظام الذي أرتكب حقوق الإنسان ضد الثور في أرجنتين الذي حصل مباشرة أنه عندما حصن المجرمين الذي أرتكب الجرائم في الإرجنتين أنقلب من جديد أعداء الثورة على مخرجات التحولات وهذا ما حصل باليمن النقطة الحصانة هي كانت المدخل الأساس الأول الذي جعل المجرمين يشعروا أنهم لن ينالوا العقاب وعندما شعروا أنهم لن ينالوا العقاب قاموا بالإنقاب وارتكبوا المزيد من الجرائم فالنقطة الأولى والأخيرة هي أن الأحزاب السياسي التي كانت الشريكة في الثورة لم تكن جادة في الإصلاح المؤسسي الممهد للعدل الانتقالية نعم إذن أتحول أيضا إلى من جديد إلى الأستاذ فيصل المجدي إنه تحدث الأستاذ محمد المقبلي يتحدث عن أن المسار السياسي كان مهما جدا ومسأة العدالة الانتقالية كانت واحدة من الحلول التي كان من شأنها أن تحقق العدالة وتنصف الضحايا في حينها لكن في حقيقة الأمر هناك طرحة يتحدث عن أن هناك ثلاثة واربعين شخصا من المشتباه بهم الثمانية والسبعين الذين نسبت إليهم النيابة الاتهاب على صلة بالهجوم وأنهم في عداد الهاربي من العدالة وهناك واحد وثلاثين شخصا لم يتم القبض عليهم مطلقا حسب ما أفدت ملفات النيابة وأن هناك آخرين أيضا أفرق عنهم إفراجا مشروطا وقد اختفوا أثناء المحاكمات بينهم المدعى عليهم المفقودين نقلي الأحوى المحافظة المحويت وأيضا مدير أمن عدن ومنهم أيضا صالح وابن أخيه لماذا لم يتم ملاحقة هؤلاء والقبض عليهم في المرحلة الانتقالية بعد أن كانت حكومة الثورة كما يقال هي التي تشرف على يعني كانت بيدها الأمور لماذا لم يتم استمرار العمل على الملف بشكل عادل ومنصف خلال تلك الفترة الواقع أن هناك ثمة إشكالية بالصوت لم أستمع إلى أي حرف ما قاله الأخ محمد لكن ما فهمته من خلال سؤال أرجو أنت يعالج هذه المشكلة من قبل الإخراج تفضل أستاذ فيصل نعم مسألة قانون العدالة الانتقالية هو حقيقة مساره آخر تماما المعنوية لأن قانون العدالة الانتقالية إذا مت هو عدة مراحل المرحلة ربما تتحدث عن التعويض وعن الأضرار وعن التعويض المعنوي بوضع يعني ربما نصب تذكاري لهؤلاء الشهداء بتكريم أقاربهم بمعالجة كثير من المؤسسات بإصلاحها بإعادة هيكلة بمنع الفاسدين من تولي الوظائف بإعادة هيكلة القضاء بإعادة هيكلة الأمن لكن هذا الأمر لا ينبغي أن يتقدم الآن لا نريد تقديم العرب على الحصان أولا نعم لذلك أنا سألتك لذلك أنا سألتك عن إجراءات عادية ضمن عدالة عادية ولا أتكلم عن عدالة انتقالية لماذا لم يتم العمل عن ملاحقة القتلة خلال الفترة الانتقالية تحديدا بالضبط أنا أتحدث هنا عن أن العدالة هذه الأخرى عدالة تصالحية إذا أذن فيها أولياء الدم أما مسألة العدالة الجنائية فيجب أن تبسط يدها الموضوع حقيقة كان في قمة الغرابة إذ أن هناك مثلا يتحدث البعض عن وجود توجيه من المخلوع حينها بمنع ملاحقة وزير وزير الداخلي يعني بعد ذلك الذي طبعا تم استبداله بالوزير المحسوب على الثورة يفترض الذي هو المصري ومع ذلك النيابة العامة لم تقم بواجبها برغم أنه تم طلب هذا الشخص للشهادة هناك من ذكرت غازي الأحوال كان يعني سكنه معروف وكثير من المتأمين لم يتم حقيقة نعم بل ظل محافظة هو حتى الآن محافظة المحويت وظل محافظة حتى في فترة هذه كيف يمكن أن نستوعب هذا المنطق حتى في البحث الجنائي وتم تعيين إذن ننتقل إذا ننتقل إذا مشاهدنا إلى السيدة عبدالواحد الماعط وهو والد أحد شهداء قمعة الكرامة أنور الماعط مرحبا بك سيدة عبدالواحد حالا نعم سيدة عبدالواحد باعتبارك والد أصغر شهيد في قمعة الكرامة وأنت واحد أيضا من المتابعين القيدين لملف القضية برأيك من هم المتورطين في قتل شباب في قمعة الكرامة ولماذا لم يتم القبض عليهم حتى الآن بسم الله الرحمن الرحيم أولا دعيني أشكر ضيفك الكري وخاصة المجيدية أحد المحامين الذين يدافعون عن المطالبة بحقوق قامة المحاكمة عادلة لمن ارتكب جريمة جمعة الكرامة نعم وبالنسبة للمتهمين النظام السابق متهم الأركان هو المتهم الأول والأخي لأنه مسؤول عن حفظ الأمن نعم طيب سيد عبد الواحد كيف هو تقتب في القضاء المحلي حينها ومضيتم في إقراءات المحاكمات ضمن القضاء المحلي وأنتم تعرفون جيدا بأن القضاء هو تابع للمخلوع صالح وهو متحكم تماما بهذا القهاز باعتباره رئيس المجلسة الأعلى للقضاء وأيضا هو كان متحكم كما تعرف بالجهز القضائي والأمن في البلاد في بداية الأمر كنا مقاطعين المحاكمة نعم ونحن واتقين من المحامل الذي وكلناهم ويعني على أنهم يقولون لنا الحق وطلبوا مننا الحضور للمحكمة وفعلا أكبر من كان يحرقنا هم يعني من كانوا ينضمون إلى الثورة ومن عينتهم الثورة وهذا للأسف الشديد نعم هل تعتقد بأن هناك تواطؤا تم فيما يتعلق بالملف القانوني لقضية جمعة الكرامة؟ والله يا أختي العزيزة أنه بالنسبة للملف جمعة الكرامة أنه حصل هناك تلاعب وخاصة من من كانوا رفاق الدرب في الثورة من شباب الثورة أما بالنسبة للقاتلاء والنظام السابقي فقد وقاتلنا نحمل عليه لماذا بي يعني ما بيقومش معانا لكن قذلونا شباب الثورة نعم وجرد ما أنهم يعني تعينوا في مناصب أو دخلوا أعظم مؤتمر حوار أو أستفادوا من دماء شهداء جمعة الكرامة كأن الأمر لا يعنيهم كنا نواجه مشاكل كثيرة في المحكمة وهذا المجيد الموجود عندكم كانوا يحضروا أسر القتلة خمسين سستين وإحنا المحاكمات الأخيرة والله ما أعرف أن تحضروا لنا والد الشهيد محمد قنات غني ما كنا نلاقي من مشاكل ومن مصاحب كنا أحيانا نضرب إحنا أسر القتلة في باب المحكمة ورحنا لا عند وليد العماري لا عند فؤاد دحابا لا عند أضمج الشباب الثورة ولا كأن الأمر يعنيهم يا قبرك أنوا رسلوا معنا نسي حضروا المحكمة يعني حتى أن المخلوع فهم أنه انبعاث شباب الثورة ولا ما يفعل في أسر شهادة جمعة الكرامة لحالهم ولا كأن الأمر يعنيهم وأنا أوجه هذا السؤال للمنسبية العليا والذي نطبي من منهم كلف نفسه بحضور حتى جالسة واحدة من منهم تواصل مع أسر شهادة جمعة الكرامة أين وصل ملفكم من منهم يعني ولا شيء ولا تعني الأمر يعنيهم نعم أنت تتحدث عن بعض شباب الثورة الذين كانوا متواجدين في مناصب معينة أثناء مرحلة الانتقالية سيد عبدالواحد أثناء أثناء المرحلة الانتقالية أثناء المرحلة الانتقالية أو قبلها يعني المغرض أنه شباب الثورة هم يكونوا ظهورنا لماذا لم تمارسوا ضغوطا على السلطة أثناءها في المرحلة الانتقالية تحديدا أين السلطة ما كناش نستطيع نقابل أي شخص يعني مثل الصخرة الوجيه هو أكبر من عرق للصندوق حق أسر الشهادة نعم كنا نجلس شار شارة ما نستطيع نقابل لمقابلها واحد ما أحد يعني اللجنة العليا هذا المنسجة العليا ما كناش نستطيع نقابل أي شخص منهم هناك الأستاذة التوقف كرما فعلا كانت يعني إذا احتجناها أو اشتينا نستشيرها فعلا نلقاها هناك الأستاذة نادي عبد الله كانت تتواجر معنا واصل أما الباقين ولا كأن الأمر يعنيهم نعم أشكرك جزيلة شكرا سيد عبد الواحد الماعطي والد الشهيد أنور الماعطي أصغر شهداء جمعة الكرامة والمسمى بالفاتح أتحول إليك أستاذ فيصل المجديد أدري إذا كنت قد استمعت إلى حديث سيد عبد الواحد الماعطي هو تحدث عن خضلان تعرضت له أسر تعرضت له أسر الشهداء خلال فترة الانتقالية لماذا لم يكن هناك دعم وسند قانوني قوي وقضائي لأسر الشهداء في تلك الفترة وهي ربما كانت الفترة الذهبية لدعمهم وسير بالقضية إلى الأمام نعم للأمانة أنا أتفهم طبعا كثير مما يقوله والد الشهيد أنور بالفعل كنا نتواجد في المحكمة وكان الطرف الآخر يحشد بشكل كبير وببلطق كبير في عين أن أسر الشهداء بالفعل كانوا يتعرضون لكثير من المضايقات كان المحامون بالفعل نشعر أننا ربما في بعض الأحيان نواجه يعني أرتالا من البلاطية في ذلك الوقت بالفعل شعرنا بقوة يعني تواجدهم لكن الحق لا يزال غالب مهما كان كان منطقنا هو الأقوى لأننا نمثل حقيقة هذه الدماء الزكية أنا أتفهم حقيقة كثير مما يذكره بالفعل أنا حضرت معه عدة لقاءات والد أنور يعني حتى لقاءات تلفزونية كانوا يشكو بالفعل بمرارة كنا نتمنى بالفعل حينها من الحكومة أن تدعم الموقف بشكل أكبر من الناحية السياسية من ناحية الرأي العام وليس من ناحية فقط العدالة هناك ثمة إشكالية كبيرة في هذا المرف لم نجد اهتماما حقيقة من الأحزاب من كثير من القوى لعل وضع الدولة ولعل وضع ربما بناءها وإعادة ترتيب ما يحصل وأيضا كون الحكومة يعني مقسومة حينها بين لا نستطيع أن نقول أنها حكومة الثورة أنا أتحفظ على هذا اللفظ حقيقة كانت مقسومة بين صالح لديه 17 يعني وزارة وكان تعرفين بأن الأمن والجيش وقد يعني صدق ما كنا نتوقع بأنه تم الإنقلاب بهدوء تام وبسهولة في حين أن الطرف الأخر لم يكن له أي تواجد حقيقي على المستوى مفاصل الدولة وعلى المستوى الأمني والمستوى العسكري ولهذا نجد النظام سواء بشقي السلالي أو بالعقفة الذين كانوا يخدمونهم انقلبوا على كل شيء يعني هذا اليوم 18 باس أيضا يمثل بداية مسألة الحوار الوطني وكيف أن القوى اليمنية اجتمعتهم على ذلك تم الإنقلاب على كل ذلك لم يتم الإنقلاب فقط على دماء الشهداء انقلبوا على العملية السياسية بكاملها وبالتالي يجب أن نتفهم موقف والد الشهيد أنور وكل بالفعل الشهداء وذويهم بالتأكيد نتفهم معاناة وحزن والد الشهيد أنور وقميع أسر يعني أسر الشهداء والقرحة لكننا بطبيعة حال نتفهم مواقف الأحزاب السياسية التي كانت مشاركة في المرحلة الانتقالية لكيف تقيم أداء الأحزاب السياسية خاصة تلك التي كانت مشاركة في المرحلة الانتقالية وفي تعاطيها مع انتهاكات انتهاكات الحقوقية التي حدثت في فترة عام 2011 وأبرزها طبعا قمعة الكرامة لنكن صريحين أكثر من اللازم لأن الصراحة هي الأساس التي ممكن أن تبني مستقبل أكثر شفافية نعم اللقاء المشترك خذل شباب الثورة خذلهم مرتين المرة الأولى عندما أبقى على علي عبدالله صالح ضمن العملية السياسية ولم يشترط الحصانة مقابل رحيلة من المشهد السياسي المرة الثانية الخذلان الثاني هو خذلان شهداء الثورة أولا وجدنا نحن صعوبة في مجلس شباب الثورة بالضغط حتى إنجاز صندوقا للشهداء والجرحاء وتم عرقلته بشكل كبير جدا ولم يكن هناك أي استجابة أو تعاون بل كان هناك عرقلة ويعاقة من قبل شركاءنا في الثورة النقطة الثانية لم تكلف الأحزاب نفسها أن تعمل على الأقل من باب الواجب الإنساني بزيارة أقارب الشهداء والتشاور معهم والتفاوض معهم وتفقد أجاعهم ومعاناتهم والوصول معهم إلى تنسيقات معينة لسبب بسيط جدا لأنهم أصلا لو أدركوا أن وصولهم إلى حكومة الوفاق كانت نتيجة تضحية هؤلاء الناس لا قدروهم لكن تهاون الجميع وبسبب التهاون الذي حصل من قبل شركاءنا في الثورة وبالذات في أخطر نقطة فيما يتعلق بنقطة العدالة نحن ندفع جميعنا ثمن التهاون في دماء شباب جمعة الكرامة ثمن التهاون في مجريات العدالة ثمن التواطع مع القتلى ومع المجرمين ثمن التكسير تجاه أولئك الناس الذي ضحوا ولولاهم لما فتحت أي نافذة للحرية الكل الآن يدفع الثمن ثمن السبب الرئيسي فيه بين قوسين أخطر ثقافة في المجتمع اليمني هي ثقافة الحصانة شعور المجرم أرى أن العقاب لا يمكن أن يناله مما يجعل المجرمين جدد يغريهم هذا الحالة لماذا؟ لأنهم رأوا جرائم ارتكبت وعلى أساسها تم منح الحصانة نتيجة هذا الإغراء مباشرة ارتكبوه مزيد من الجرائم نعم نحن في البلد لدينا جرح عميق من الجريمة السياسية الممتدة من دخول الإمامة إلى هذه الأحداث السبب الرئيسي فيها أن العدالة لم تكن عامل أساسي من عوامل التحولات الانتقالية نعم وعندما تقيب العدالة كعامل أساسي من عوامل التحولات الانتقالية تفتح الجريمة السياسية أبوابها على مصرعها وبالتالي المطلوب الآن هو نقطتين لو كان هناك جراءة أولا الوضع الآن تغير والعدالة الانتقالية ومسألة محاكمة القتلة وسقوط الحصانة يعتبر انتهت النقطة الثانية على الأحزاب السياسية التي كانت شريكة في الثورة أن تبدأ بمراجعة مواقفها تجاه تضحيات أبناء هذا الشعب ألا تتعامل مع دماء التضحيات سواء الشباب الثوراء أو المقاومة الشعبية على إنها مشروبات غازية يجب أن يكون هناك موقف أخلاقي على أساسها يمكن أن نبني تحولات جديدة جوهرها الأساسية العدالة نعم جيدة محمد إذن أستاذ فيصل المجيدي تحدث محمد المقبلي بمرارة حول الحصانة والتي عطلت العدالة بطبيعة الحالة الآن كيف يمكن الحديث عن استمرار العمل ضمن هذا الملف سواء أنتم كلقنة أو في حال نقل الملف إلى اللقنة الوطنية لمتابعة دعاءات الانتهاكات المشكلة مؤخرا كيف يمكن العمل ضمن هذه الملفات الحقوقية مع وجود الحصانة يبدو أن لدينا مشكلة من المصدر مع السيد فيصل المجيدي نعم تفضل أستاذ فيصل نعم تفضل أسمعك الآن أنا أقول أنه أنا أقول أنه لن يكون إذن إلى أن نحل المشكلة من المصدر من القاهرة مع ضيفنا فيصل المجيدي أتحول إلى كم جديد محمد المقبلي هل يمكن يمكننا الحديث عن قريمة مثل قريمة جمعة الكرامة بمعزل عن قريمة ساحة الحرية في تعز وقريمة مجزرة كينتاكي ومجزرة رئاسة الوزراء والقاع هذه جميعها باعتبارها جرائم سياسية بامتياز حدثت في العام 2011 لنفس المستهدفين في إطار نفس الهدف هي تعتبر كلها جرائم كانت ترتكب بحق المدنيين نعم لسبب بسيط جدا أن اللجنة التي تشكلت هي سميت بالنص لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من 2011 وما بعدها مباشرة وبالتالي تندرج في ضمنها كل الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيتين وحق المدنيين وأبشع جريمتين من وجهة نظر الشخصية ارتكبت بحق المدنيين هي جريمة جمعة الكرامة وجريمة محرق الساحة الحرية في تعز لماذا؟ لسبب بسيط جدا أولا جمعة الكرامة لها خصوصيتها باعتبار أن هذه الجريمة ارتكبت على مرأة ومسمع من العالم وصوت وصورة مباشرة وفي وضح النهار والأناس عزل ومدنيين تم محاصرتهم داخل الساحات ووضع الجدرار حولهم وحرق الإطارات والتمويع على القناصة الذي كانوا يتبعون أجهزة أمنية بعينها بالتمويع على الجريمة فكانت جريمة مكتملة الأركان ثانيا أنها الجريمة أيضا الذي تورط النظام الذي يثار عليها الشعب النظام علي عطالة صالح بالعديد من الإجراءات التي جاءت عقب وجمعة الكرامة مما يدل تورط تورطها الواضح بارتكاب هذا الجريمة أولا أنه أعلن أن أهل الحي هما القتله بعد ثلاث ساعات ولم يمنح التحقيق حقه عندما حصل زلزال في هايتي أحتاج إلى ثلاث أيام للتحقيق والبحث حول حدوث الزلزال لكنه بعد ثلاث ساعات من ارتكاب الجريمة تتحدث الآن في موضوع مهم جدا سأعود إليه لكن عاد إلينا الآن أستاذ فيصل المجيدي وكنت أستاذ فيصل تتحدث عن موضوع الحصانة كيف يمكن أن نجمع بين فكرة العدالة مع استمرار رقود الحصانة تفضل أستاذ فيصل الصوت واضح الآن واضح جدا تفضل المشكلة طبعا من عندكم ومنتم من القاهرة مش عارف حقيقة من أين الواقع دعيني أقول أنه إن لم يتم حقيقة أخذ العدالة لهؤلاء الذين وهبوا أرواحهم وتعلمين بأن المجد إما أن يكون مالا وإما أن يكون بالنفس فأعلى درجات المجد هو التضحية بالنفس وهل هناك مجدا أغلى من أن يجد الإنسان بنفسه كما فعل هؤلاء الأشخاص لن يكون للأحياء كرامة ما لم يأخذوا بحق هؤلاء كعدالة يجب أن تبسط على هذه الأرض فيما يتعلق بالحصانة وقانون الحصانة هي ثلمة هي نقطة سوداء في الثورة اليمنية لم تحصل هذه النقطة السوداء في أي من الثورات العربية الأخرى رغم أن كثير منها ربما حصلت فيها كثير من الإشكاليات لكن الثورة اليمنية للأسف الشديد كانت هذه الثلمة التي يجب أن يتم إصلاحه ولا يجب البناء عليها لأن هذا القانون انتقده الجميع وللأسف الشديد اشتركت فيه حتى الأمم المتعدة جمال بن عمر الذي كان له دور سلبي جدا فيما يتعلق بالأزمة الأخيرة انتقد هذا القانون المفوضية مفوضية حقوق الإنسان وهي تابعة للأمم المتحدة قالت أنها لا تعترف بهذا القانون والأمم المتحدة ارتكبت خطأا كبيرا بإقرار هذا القانون لأنه يتعارض أولا مع ميثاقها يتعارض مع المبادئ العامة للأمين العام للأمم المتحدة التي تتحدث عن عدم جواز إبرام أي اتفاقية سلام إذا كان فيها إعفاء من العقاب لأشخاص مشتبه بهم في ارتكاب جرائم وهذه جريمة هل سيتم إسقاط قانون الحصانة بشكل أو بآخر أستاذ فيصل يجب أن يتم إسقاطه حقيقة هذا القانون لا يمكن ما هي المساعي لإسقاط أيضا نعم ما هي المساعي هل هناك مساعي قدية لإسقاط هذا القانون دعيني أكمل ما أقول هذا القانون لا يساوي الحبر الذي كتب عليه فيما يتعلق بخارج اليمن لكنه داقي اليمن محصن أساسا بثقافة الفساد التي أنشاه علي عبدالله صالح في هذا البرلمان وبالتالي إن أردنا إسقاط هذا القانون يجب أن يقدم إلى مجلس النواب ومن ثم يتم إلغاء والحالة الأخرى أن يتم تقديمه إلى المحكمة العليا ومن ثم يحكم بعدم دستوريته لأنه يتعارض مع كل القوانين والدساتير الأرضية والسماوية فيما يتعلق بالجوانب الأخرى أنا أقول لك بأن هذا القانون لا يعد وثيقة ولا يعترف به في خارج إطار أو إقليم الجمهورية اليمنية ومن ثم إذا تم تقديم هذا الملف ملف جمعة الكرامة إلى مجلس العبر الحكومة اليمنية وتم إحالته من هناك إلى المحكمة الجناية الدولية فسيتم يعني التحقيق في هذا الملف ومن يتم الاشتباه به حتى لو كان علي عبدالله صالح ونظامه فيجب أن يقدموا إلى المحاكمة ولن ينفعهم مثل هذا القانون نعم هل هناك أيضا أسألك هل هناك مساعي حقيقية لتدويل ملف جمعة الكرامة ونقله لمحكمة الجنايات الدولية الأمر بيد الحكومة نعم الأمر بيد الحكومة فهي تملك الحق الآن بتقديم الملف إلى مجلس الأمن ومن ثم إحالته إلى المحكمة الجناية الدولية سبق للحكومة اليمنية أن قرأة وافقت على النظام الأساسي للمحكمة الجناية الدولية لكن لم يتم أنصادق عليه في مجلس النواب مع أنه سبق له في 97 أنصادق على هذا النظام إلا أن علي عبدالله صالح أعاده إلى المجلس لأنه حينها شعر بأن الحبر ربما يلتف حول عنقه وهذا ما حصل بالفعل وبالتالي يجب بالفعل إلغاء هذا القانون أنا أحمل الحكومة أحمل الرئيس عبدالرب منصر هذه المسؤولية التاريخية التي سيسأله الله سبحانه وتعالى عنها دماء هؤلاء الشباب هل تسلمت فيصل هل تسلمت اللقنة الوطنية المعنية الآن بهذه الملفات هل تسلمت ملف جمعة الكرامة وهل سيتم التحقيق بهذا الملف من جديد وأيضا هل نتوقع أن يتم نظر فيه ضمن القضاء المحلي أو الدولي تتحدثين عن قضية تم تناولها في ستة قرارات من مجلس الأمن أولها القرار 2014 الصادر في 2011 وآخرها القرار 22-16 يميعها وبدون استثناء تؤكد على ضرورة تشكيل لجنة والتحقيق في الانتهاكات التي في 2011 حتى هذه اللجنة التي جكلت في الأساس كان هدفها هو يعني التحقيق في هذه الجريمة وبالتالي هي في الصلب مهامها أنه يجب عليها أن تحقق في هذه الجريمة نعم إذن نتحول بسؤال أخير إلى سيد محمد المقبلي ما هو مستقبل عدالة انتقالية برأيك في ظل وجود هذا الملف الكبير من الانتهاكات الحقوقية واستمرار القتلة في ارتكاب المجازر اليومية بحق اليمنيين باختصاره سيد محمد بعد الإنقلاب على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وعلى كل القرارات والمواثق والدولية بالنسبة لعدالة انتقالية نعتبر أن الحديث عنها الآن أصبح حراء يجب أن تكون هناك محاكمة للقتلة هؤلاء الناس لا يمكن أن ينفع معهم لا مصالحة وطنية ولا عدالة انتقالية وبالتالي العدالة هي الأساس محاكمة المجرمين ستمنع الجريمة السياسية في المستقبل وستحد من العنف لأنه إذا عقب مجرمين في اليمن لا يمكن لأحد أن يفكر بارتكاب الجرائم أو الانقلاب في المستقبل على الإطلاق نعم أشكرك قزيلة أشكر محمد المقبلي مسؤول قطاع الطلابي بمجلس يباب الثورة السلمية كما أشكر قزيلة شكر أستاذ فيصل المجيدي وعضو هيئة الإدعاء عن ضحايا ضحايا جمعة الكرامة والد الشهيد أنور الماعت الذي كان معنا من صنعاف في اختام حلقتنا من فضاء حر لهذا المساء تقبلوا تحياتي أنا أسوان شاهر ومن فريق الإعداد أسامة القطيبي وعصام القيسي وكافة الفريق الفاني في البرنامج ألقاكم الأسبوع القادم في نفس الموعد في أمائلة ترجمة نانسي قنقر